موسيقى عضو مجلس القيادة رياسيم جل يلتقي الرئيسة الفلسطينية موسيقى وزير الاتصالات ومحافظ حضر موت يطلقان المزود الحكومي لخدمة الانترنت عدى النات بتقنية فورشي بالمكلة موسيقى وزير الدفاع يدشن معرض الشهر الكريم في عدن بحضور وزيري الصناعة والخدمة المدنية موسيقى الوزير العكبري يشيد ببرامج أكاديمية المهوبين بسيئون موسيقى محافظ حضر موت يلتقي فريق لجنة الخبراء التابعي للأمم المتحدة موسيقى موسيقى من مبنى التلفزيون حضر موت الحكومي بمدينة المكلة نقدم لكم نشرة أخبار مفصلة أهلا بكم ونبدأ نشرتنا مع خبر عضو مجلس القيادر أسي عثمان مجلي اليوم الذي التقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس على هامش أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموا والمنعقد في الدوحة للفترة من الخامس وحتى التاسع من مارس الجارية عضو مجلس القيادر ياسي نقل تحيات رئيس مجلس القيادة الدكتور رشاد العليمي وتقديره وعضاء مجلس القيادة إلى فخامة الرئيس محمود عباس وإلى الحكومة والشعب الفلسطيني المناضل معبرا عن موقف اليمن ثابت وداعم للقضية الفلسطينية والمناصر لها في المحافلة الدولية والإقليمية كافة وأشار مجلل أن القضية الفلسطينية بالنسبة لليمنيين هي قضية العرب المركزية كانت ولا تزال وقال نستمد الصبر والكفاح في معركتنا ضد ميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة إيرانيا من صبري وجلد الشعب الفلسطيني الذي واجه غطرسة المحتل الإسرائيلي وجبروته وترسانته العسكرية بعزيمة المؤمني وإصراره بالنصر وحمل الرئيس الفلسطيني محمود عباس بدوره عضو مجلس القيادة رسالة شكر إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي وأعضاء المجلس والشعب اليمني على مواصلة دعمهم للقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني المرابط والصابر وقال عباس أن شعبنا صامد وقضيتنا عادلة ولن نتراجع في مسيرة نضالنا وتضحية شبابنا حتى نرى فلسطين حرة وعاصمتها القدس الشريف شارك عضو مجلس القيادة الرئاسي عثمان مجلي اليوم بالعاصمة القطرية الدوحة في افتتاح مؤتمر للأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموا الذي انطلق برئاسة أمير دولة قطر الشيخ تمين بن حمد الثاني ومشاركة نحو ستة ألاف شخصية من رؤساء الدول والحكومات والوزراء والدبلوماسيين ورجال الأعمال وصناع القرار وممثلية المنظمات والمؤسسات والشركات الأقليمية والعالمية ويرأس عضو مجلس القيادة الرئاسي وفد اليمن المكون من وزير الخارجية وشؤون المغتربين أحمد عوض بن مبارك ووزير التخطيط والتعاون الدولي وعد باديب وسفير اليمن لذا بعثة الأمم المتحدة عبدالله السعدي وسفير اليمن في الدوحة راجح بادي ورئيس الجهاز التنفيذي لتسريع استيعاب دعاهدات المانحين أفرح الزوبة وسيلقي عضو مجلس القيادة الرئاسي كلمة اليمن في المؤتمر ضمن كلمات الدول المشاركة التي تلامس في مضامينها المعاناة الإنسانية والتدهور الاقتصادي في بلادنا منذ انقلاب الميليشيات الحوثية الإرهابية عام 2014 على الشرعية الدستورية والتوافق الوطني وتطلعات أبناء الشعب اليمني للخروج للخلاص من التدخلات الإيرانية دشن وزير الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور نجيب منصور العوج ومحافظ حضر موت الأستاذ مبخوط مبارك بن ماضي اليوم بالمكلة إطلاق خدمة عدنات للإنترنت بمحافظة حضر موت بتقنية الفورجي دولة رئيس الوزراء دكتور معين عبد الملك باركة إطلاق خدمة عدنات في حضر موت مؤكدا في اتصال مرئي عبر خدمة عدنات أجراه بوزير الاتصالات ومحافظ حضر موت أن إطلاق الخدمة وتوسيعها يأتي في إطار اهتمام فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي والحكومة لتطوير قطاع الاتصالات في المحافظة المحررة وأطلق الوزير والمحافظ ومعهما وكيل محافظة حضر موت للشؤون المالية والإدارية الدكتور أحمد باصريح والمدير العام التنفيذي للمؤسسة العامة للإتصالات والطرموم خدمة عدنات بسنترال فوى بالمكلة الذي يعد بركز تحكم الخدمة واللبنة الأساسية للتوسعة بالمكلة حيث جرى تدشين العمل في 15 محطة ستغطي مدينة المكلة كمرحلة أولى من ابن سيناء إلى روكب وبويش تمهيدا لتوسعة الخدمة وتشغيلها في عموم مناطق الوادي والساحل بحضر موت سعدنا اليوم باللقاء بالأخ الأستاذ مبحوط بن ماضي محافظة حضر موت والذي كان خلال الفترة الماضية يتواصل معنا ويطالب بإيجاد خدمات للاتصالات وفعلا هناك توجه للحكومة بإيجاد خدمات الانترنت وخدمات الاتصالات بشكل كامل نحن اليوم ندشن خدمة عدن نت في مدينة المكلة ولدينا مشروع طموح في توسعة هذه الخدمة في مختلف مديريات المحافظة وبإذن الله تعالى الأسبوع القادم سيكون هناك تدشين في الوادي سواء كان في مدينة سيكون أو تريم أو بقية المدن والمديريات المحيطة بمدينة سيكون الأمر الآخر فيما يتعلق بالخدمة ستجدوا بإذن الله تعالى خلال الأسبوع القادم ونحن قد بدأنا اليوم نقوم بالتجربة الأولى للخدمة وهي خدمة جيدة وسريعة وستتواكب مع متطلبات سوق العمل ومتطلبات تعليم والصحة وكذلك الإعلام هذه الشبكة ستكون في المرحلة الأولى من 15 إلى 20 ألف مستخدم بإذن الله تعالى وثم ستترسى أكثر بأكثر وفقا للجدوة الاقتصادية ووفقا للمطلبات المواطنين والخدمة المطلوبة خلال الفترة القادمة ما الآن في المكلة ونحن نقوم بالتمديد الأليافة الضوئية لمؤسسات القطع الأعمال ومؤسسات قطع المال وكذلك المؤسسات التجارية التي تطالب بهذه الخدمة الأمر الآخر لدينا العديد من الخدمات التي نقدمها سواء كان عبر الأقمار الصناعية من خلال شركة تليمن أو خدمات أخرى تقدم عبر الشركات الموجودة من القطع الخاص في محافظة حضر موت بقية محافظات الجمهورية نؤكد أن القيادة السياسية مهتمة بشكل كبير في محافظة حضر موت وكذلك في قطع الإتصالات وكما تعلمون أن قطع الإتصالات هو قطع اقتصادي بحث وبالتالي نحن نبحث عن شركة في قطع المال والأعمال للبدء بالشراكة التامة لإنجاز العديد من المشاريع في هذا القطع أشكر لكم حضوركم وأنا أتمنى أن يكون هذا اليوم هو بداية الطريق في محافظة حضر موت لإيجاد خدمات الإنترنت وخدمات الإتصالات تليق بالمواطنين أولاً لأسباب تعرفونها أولاً أسباب تتعلق بالحرب ثمان سنوات والبنية التحتية مهترئة وكان التحدي الكبير خلال الفترة الماضية هو كيف نحافظ على البنية التحتية السابقة الآن التحدي الأكبر هو كيف نستقطب رؤوس الأموال وكيف نستطيع أن نبني بنية تحتية جديدة تتواكب مع التقدم العلمي والتكنولوجي في هذا القطع ولهذا نكرر ونقول أن 2023 سيكون عام مرتبط بتطوير هذا القطع وكذلك توسعت خدمة الإتصالات وتقويتها دون أن يكون هناك ضر نرى أنه قليل جداً ولكن هي البداية دائماً البداية تحتاج إلى التوسعة الكبيرة وفقاً لعدم وجود دراسة يد واقتصادية ربما تؤدي إلى نهار أي مشروع ولهذا سنبدأ هذه البداية والأمر على عاتق شركة عدن نت التي لديها برنامج ولديها خطة للتوسعة بشكل كامل وأنا عندما تحدث من 15 إلى 20 ألف تحدث عن مدينة المكلة كما رحل أولى وليس حضرموت ولكن عندما نتحدث عن سيئون عن تريم عن القطن أو المدينة الأخرى شبام هناك أعداد كثيرة ربما كل ما كان توفرت إمكانيات مالية لدى عدن نت ولدى الوزارة سوف يكون هناك توسعة أكبر وستكون هناك طبيعة الحال أولوية للمناطق التي تحتاج لمثل هذه الخدمة نحن دائماً نتحدث عن الاستثمار في قطع الاتصالات عندما يبدأ الاستثمار في قطع الاتصالات ستكون لديك مشاريع خاصة ولديك مشاريع متقدمة جداً وبالتالي هذا هو سحب البساط هذا هو الأساس في هذا الجانب لكننا كمان نذهب سوياً في البناء المؤسسي البناء المؤسسي بكل صراحة هو ضعيف وبالتالي نحن الآن نتطلع للبناء الكادر البشري نتطلع إلى تمويل بعض المشاريع الصغيرة رديفة لقطع الاتصالات بشكل كامل ربما وأكرر ربما هذا العام سيكون عام يختلف تماماً عن العوامة السابقة يوماً سعيداً رائعاً في عاصمة محافظة حضرموت المكلة ونحن نستقبل معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات دكتور نجيب العوج والفريق المصاحب له والمرافق له لنفتتح في المكلة اللبنة الأولى لشبكة عدن نت لما لهذه الخدمة من أهمية في حياتنا وفي حياة المواطنين فالأنترنت لم يعد وسيلة للتواصل وإنما للعمل والتعلم والمعرفة ويقع على عاتقنا في السلطة المحلية وفي الوزاء وفي الحكومة أن نوفر هذه الخدمة للمواطن ولكل الناس فقد أصبحت من الضرورة بمكان أن تكونوا في متناول اليميع حتى لا تحتكر المعلومة فأهلاً وسهلاً بالأخ الوزير وأدعوه يشرح لكم سفاصيل هذه الشبكة وقوتها وأين تصل وما هي المراحل التي ستكون عليها أولاً في المكلة ومن ثم في أي مدن من مدن محافظة حضرموت الكبرى التقى وزير الخارجية وشؤون المغتربين دكتور أحمد بن مبارك اليوم وزير خارجية النمسا أليكساندر شارنبرغ على هامش مشاركته في أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الخامس بشأن البلدان الأقل نموان المنعقد في الدوحة الجانبان بحثوا علاقات التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين وصبول تعزيزها وتطويرها والمستجدات على الساحة الوطنية والإقليمية والجهود والمبادرات الرامية لتحقيق السلام الشامل والدائم وتناول اللقاء والدور التخليبي لإيران في اليمن والمنطقة والتهديد الذي تشكله ميليشيا الحوثي على الأمن والسلم في المنطقة عامة وأمن البحر الأحمر بشكل خاص إضافة إلى قضية خزان النفط المتهالك صافر حيث عبر عن قلقهما من المخاطر البيئية والتدعيات الكارثية التي يشكلها الخزان على اليمن والمنطقة والملاحة الدولية التقى وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور أحمد بن مبارك وزير التنمية الدولية الكندي هارجيت ساجان على همش أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموا والمقاوم في العاصمة القطرية الدوحة وخلال اللقاء أعرب بن مبارك عن شكره وتقديره لموقف الحكومة الكندية الداعم للحكومة اليمنية والشعب اليمني وخاصة فيما يتعلق باستمرار التزام الحكومة الكندية بتخفيف المعاناة الإنسانية وتقديم المساعدات الإيغاثية للشعب اليمنية مشيدا بالدور الإيجابي الذي تلعبه كندا لدعم عملية السلام في اليمن وأكد بن مبارك أن الحكومة اليمنية حريصة على الوصول إلى سلام شامل ومستدام موضحا أن العثر الحقيقية في طريق السلام هي استمرار الميليشيات الحوثية في تبني نهج العنف والارتهان للمشروع التوسعي الإيرادية في المنطقة ورفضها تمديد الهدنة بالإضافة إلى انتهاكاتها المستمرة للاتفاقيات والالتزامات المتفق عليها كافة دشنا وزير الدفاع الفريق الركن محسن محمد الداعري ومعه وزير صناعة والتجارة محمد الأشول والخدمة المدنية والتأميلات دكتور عبد الناصر الوالي والبدير العام للمؤسسة الاقتصادية اليمنية العميد سامي السعيدي معرض الشهر الكريم في العاصمة المؤقتة عذن المعرض الذي تنظمه المؤسسة الاقتصادية اليمنية بالتنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة تضمن عروضا مقدمة من القطاع الخاص والمؤسسة الاقتصادية للعديد من المواد الأساسية والاستهلاكية المخفضة تحت شعار التوازن الاقتصادي في البلاد بين القطاعين العام والخاص وفي التدشين شاد وزير الدفاع بالدور الذي تقوم به المؤسسة الاقتصادية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لقامة هذه المعارض الرمضانية وتوفير الاحتياجات الأساسية والاستهلاكية للتخفيف من عباء المواطنين في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد وأشار وزير الصناعة والتجارة من جانبه إلى أهمية هذا المعرض الرمضاني الذي يصهم في تخفيف المعاناة المعيشية والاقتصادية للمواطنين مؤكدا أن وزارة الصناعة قامت بتجهيز خط ساخن للتواصل والإبلاغ عن أي مخالفات أو إشكالات في الأسعار وأن الوزارة تسعى بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية والقطاع الخاص لمساعدة المواطنين عبر تهيئة الأسعار المناسبة خلال شهر رمضان المبارك تدشنا اليوم الخيمة الرمضانية في العاصمة عدن هذا الخيمة التي ستكون عبارة عن مساعدة لتوفير المواد الاستهلاكية والمواد الأساسية للمواطنين خلال شهر رمضان المبارك نشكر القطاع الخاص على تعاونه وعلى بدله الجهود للترتيب مثل هذه الخيمة وكذلك نشكر المؤسسة الاقتصادية على هذا التعاون نحن في وزارة الصناعة والتجارة ممثلة بمكتبنا في محافظة عدن هيئوا وجهزوا الخط الساخن للتواصل لأي مخالفات أو أي إشكالات في قضية الأسعار معالي الفريق وزير الدفاع الأستاذ محسن الدائري ومعالي الأستاذ محمد الأشوال وزير الصناعة والتجارة لكي نحضر معهم افتتاح الخيمة الرمضانية بمناسبة شهر رمضان الكريم هذه خطوة سنؤيدها وندعمها بكل قوة لأنها ستسهل على الناس الحصول على المواد القذائية الضرورية بشكل أو بأسعار مناسبة نشكر وزارة الصناعة والتجارة على هذه الخطوة ونشكر المؤسسة الاقتصادية على هذه الخطوة تتوالى فتح المعارض التي تقيمها المؤسسة الاقتصادية اليمنية تحت شعار التوازن الاقتصادي في البلاد بين القطاع الخاص والقطاع العام الهدف من هذه المعارض هو توفير احتياجات المواطنين بأقل سعر وبأقل تكلفة حتى تخفف من معارض المواطن بحسب الظروف التي تمر بها البلاد هدف المستقبلي للمؤسسة الاقتصادية ليس اقامة معارض موسمية فقط بل هدفنا هو فتح منافذ بيع بتوفير احتياجات المواطنين ابتداء بالمواد الاساسية بهذه المناسبة لا يسعني إلا أن أشكر بعد الله سبحانه وتعالى فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي وكافة أعضاء المجلس ودولة رئيس مجلس الوزراء والأخوة في وزارة المالية مثل معالي وزير المالية سالم بن بريك والأخوة في وزارة صناعة والتجارة ممثلة الدكتور محمد الأشول والشكر الكبير لرئيس مجلس الادارة في المؤسسة الاقتصادية معالي وزير الدفاع الفريق الركن محسن الداعري الذي وفر لنا كافة الدعم وكافة رفع المعنويات للمؤسسة الاقتصادية وسحل لنا المهمة في تنفيذ مهمة المؤسسة الاقتصادية اطلع وزير التربية والتعليم طارق العكبري اليوم على برامج أكاديمية الموهوبين وأنشطتها بسيئون الوزير العكبري استمع من مدير الأكاديمية سعيد بحارثة إلى شرح حول نشاط الأكاديمية منذ تأسيسها في نوفمبر 2010 وأشهد وزير التربية والتعليم بنشاط الأكاديمية وجهودها في تشجيع الإبداع والابتكار وفتح الأفاق للطلاب وتأهيلهم من خلال إشراكهم في مشاريع علمية والتنمية روح العمل الجماعي مبديا استعداد الوزارة تقديم تسهيلات الممكنة كافة وتدليل الصعوبات التي تواجههم استقبل محافظ حضر موت الأستاذ مبخوط مبارك بن ماضي اليوم بالمكلة فريق لجنة الخبراء التابعة للأمم المتحدة بحضور المدير العام لمكتب وزارة الخارجية بالمحافظة السفير سالم أحمد بلفقي المحافظ بن ماضي عبر عن ترحيبه بزيارة السيد وولف كريستيان والسيدة ليدال جوبرت لمحافظة حضر موت مؤكدا ضرورة توحيد جهود الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لاتخاذ قرارات رادعة ضد الاعتداءات الحوثية على الموانئي ومراكز الاقتصاد في البلد وتطرق محافظ حضر موت إلى جهود السلطة المحلية لتحسين الخدمات واستئناف الرحلات بمطار الريان الدولي بالمكلة الذي يعد نافذة مهمة لمدينة المكلة والمحافظة وأبناء الوطن للخارج وأكد عضو فريق لجنة الخبراء التابعة للأمم المتحدة سيد وولف كريستيان من جانبه إدانة هجمات الميليشيات الحوثية الإنقلابية على ميناء الضب النفطي مشددا على ضرورة الوقوف بحزم ضد هذه الاعتداءات التي تطال القطاعات الاقتصادية معربا في الوقت ذاته عن عجابه بحالة الاستقرار التي تشهدها مدينة المكلة والسئناف الرحلات عبر مطار الريان الدولي مما يسهم في تنشيط حركة الاقتصاد والتنمية بالمحافظة ناقش محافظ المهر محمد علي ياسر مع رئيس مصلحة خفر السواحل اللواء خالد القملي وعددا من القيادات الأمنية والعسكرية التنسيق بين الوحدات الأمنية والعسكرية كافة للحفاظ على الأمن والاستقرار المحافظ بن ياسر أكد أن السلطة المحلية قدمت الكثير من الدعم اللامحدود للأجهزة الأمنية والعسكرية ومنها قوات خفر السواحل وفق الإمكانات المتاحة داعيا الجميع للقيام بأداء واجباتهم الأمنية بكل مسؤولية وأوضح رئيس مصلحة خفر السواحل من جانبه أن زيارته لمحافظة المهرة تهدف للإطلاع على أوضاع قوات خفر السواحل بالمحافظة مشيدا بما حققته خلال الفترة السابقة من إنجازات في مكافحة ظاهرة التهريب في البحر وأشار إلى أن هناك ذعب أمريكي من قوات التحالف العربي لمصلحة خفر السواحل في إطار مكافحة ظاهرة التهريب في السواحل اليمنية وأن المصلحة ستنفذ دورات تأهلية لقواتها في المحافظات كافة جرى اليوم بالمكلة تدشير المشروع الطبية المجانية الدائم لجراحة الأوران بتمويل من باب خير كل جمعة وإشراف جمعية النجاة النجاة الخيرية بدولة الكويت الذي تنفده هيئة مستشفى بنسين العام ومؤسسة أياد الخير للتنمية وكيل محافظة حضر موت للشؤون الفنية المهندس أمين بارزيغ أعرب عن شكره لدولة الكويت التي لا تدخر جهدا لتقديم أوجها المساندة لأشقائها في حضر موت موثمنا دور مؤسسة أياد الخير للتنمية لتنفيذ مثل هذه المشاريع التي تلامس هموم المواطن وأشار المدير التنفيذي لمؤسسة أياد الخير المهندس فؤاد بن خوار إن المشروع يستهدف أكثر من ستين مريضا قابلا للزيادة لإجراء المعاينات الطبية والفحوصات وتنفيذ العمليات مجانا لجميع مرضى السلطان مؤكدا أن المؤسسة تسعى لتنفيذ عدد من المشاريع النوعية في القطاع الصحي خلال المدة القادمة ترأس المدير العام لمديرية مدينة المكلة العميد عبدالله بيعشوت اليوم بديوان السلطة المحلية بالمديرية الاجتماع الدوري الثاني لعام 2023 للمكتب التنفيذي بالمديرية الاجتماع ناقش العديد من المواضيع الحيوية المهمة التي تعنى بمهام المكاتب الخدمية بالمديرية أهمها مناقشة الحساب الختامي للعام المنصر ومستوى الصرف على المشاريع بالإضافة إلى مناقشة تقرير عن الموارد المحلية العامة والمشتركة وما تم تحصيله وخرج الاجتماع بجملة من المخرجات والتوصيات الهادفة إلى رفع مستوى أداء المكاتب الخدمية بمديرية المكلة كما كرم المدير العام بيعشوت عددا من المكاتب الخدمية منها مكتب المالية وإدارة الواجبات الزكوية ومكتب التربية والتعليم ومكتب الأشغال وإدارة رقابة وتحصيل الموارد ومكتب الصحة والسكان ومكتب السياحة ومصلحة الضرائب ناقش المكتب التنفيذي بمديرية الشح في دورته الثانية المنعقدة برئاسة المدير العام المديرية عادل بعكابة تقارير عن نشاط مكتب صندوق النظافة والرقابة على الأسواق ونشاط مكتب الصحة وفرع المؤسسة العامة للكهرباء المدير العام دعا مديري المكاتب التنفيذية لبدل مزيد من الجهود الرامية إلى تحسين أذاء العمل بالمديرية ورفع الإيرادات لمراجعة المحضر السابق ومتبعة التكاليف ومدى تنفيذها إلى جانب منقشة تقارير الدورة الحالية وأشهد المكتب التنفيذي بمديرية الشحر بعمل صندوق النظافة مع الأخذ بالملاحظات الواردة بشأن متابعة إدخال آليات معدات جديدة لصندوق النظافة وتوحيد رواتب مهندسية النظافة وتكليف السلطة المحلية بالعمل على متابعة مكتب وزارة الصحة بسرعة اعتماد الصرف للموازنة العامة للمستشفى الشحر العام ختام النشر هذا تذكير بما جاء فيها من أبرز الأنباء عضو مجلس القيادة رياسيم جل يلتقي الرئيس الفلسطيني وزير الاتصالات ومحافظ حضر موت يطلقان المزود الحكومي لخدمة الانترنت عدنة بتقنية فورجي بالمكلة وزير الدفاع داشنو معرض الشهر الكريم في عدن بحضور وزيري الصناعة والخدمة المدنية الوزير العكبري يشيد ببرامج أكاديمية الموهبين بسيئون محافظ حضر موت يلتقي فريق لجنة الخبراء تابعي للأمم المتحدة في الختام تقبلوا تحياتي أنا على مثقال وزميل صالح بلسود وتحيات مترجمة لغة الإشارة هاني بمثقال وطاقم نشرة الإخبار وإلى لقاء آخر دمتم في حفظ الله ورعايته أمان الله اشتركوا في القناة